عدم مساواة بسبب كورونا تؤدي إلى حدوث اترابات اجتماعية تحذين أطلقه تقرير لصندوق النقد الدولي التقرير حذر أيضا من حدوث اترابات اجتماعية ومن ضمنها عدم المساواة والفقر قبل فيروس كورونا كانت معظم التوقعات تشير إلى خروج الملايين من دائرات الفقر خلال العام الحالي لكن فيروس كورونا عكس هذه التوقعات ولا سيام على الأطفال والشباب المنتمين إلى الأسر الأكثر فقراء والفيروسات أو الجرافيم ولفت التقرير إلى أن الجائحة كشفت النقامة عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم على الجودة والبنية التحتية الرقمية كما شدد التقرير على أنه في ظل ظروف الجائحة يمكن للمجتمعات أن تشهد تظهر ثقة بالحكومات ونبه التقرير إلى الرقمنة المتسارعة والتي تمنع العمال الذوي المهارات المتدنية من العثور على عمل ودع الحكومات لتوفير جرعة عادلة لكل فرد من اللقاح ضد الفيروس كذلك أوصى التقرير بضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وتنمية طفولة المبكرة ترجمة نانسي قنقر